هذا وتتواصل القبضة الحديدية بين الأساتذة ووزارة التربية في الإضراب وهو ما جعل التلاميذ في عين الإعصار متخوفين من السنة البيضاء وما هو مصيرهم ليبقى الشارع والحاضن بدل الأقسام التفاصيل مع وليد مهاجري ورمضان دفداف بسبب الإضرابات ومشاكل التربية تلاميذ مقبلون على شهادة البكالوريا يجلسون على محافظهم مجتمعين على لعبة الدومينو عوض أن يكونوا في أقسام الدراسة تلاميذ الطور المتوسط خاصة المقبلين على شهادة التعليم المتوسط هم كذلك سئموا هذه الوضعية جمعية أولياء التلاميذ لم تجد أمام هذا الوضع إلا إطلاق نداء استغاثة أولياء يقولون أن لا بد من الوزارة تفتح الحوار مع هذه الأستداء ومطالبهم في أقرب وقت لأن أولادنا رأهم كما يقول ضحية في هذه الأضراب القبضة الحديدية بين كناب بيستي ووزارة التربية وضعت التلاميذ في فم المدفع فكيف سيكون مصيرهم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر